اشتركوا في القناة ويختار رأس الحرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الحناش لاعب المنتخب المغربي تحت السبعة عشر سنة نود السير على خط المنتخب الأول في مونديا القطر ولما لا تحقق إنجاز أفضل منه بأندونيسيا أبدى لاعب المنتخب المغربي تحت السبعة عشر سنة نوفل الحناش أمله في تحقيق أشبال الأطلس لإنجاز مهم في نهاية كأس العالم للنشئ والسير على خط المنتخب الأول في مونديا القطر وذلك قبل مواجهة المنتخب الإيراني في التمن النهائي المسابقة وقال الحناش في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سنخوض مقابلة ليست بسهل أمام المنتخب الإيراني الذي قدم أداء جيدا في دور المجموعات إنه منتخب جيد رغم أنه جاء في المركز الثالث دمنا مجموعتها وتبع لعب باريسان جرمان لفئة الناشئين بالقول هدفنا السير على خط المنتخب المغربي الأول في مونديا القطر ولما لا تحقيق إنجاز أفضل منها نحضر لهذه المواجهة بكل جدية على كافة الأصعيدة إننا نسعى بكل قوة للانتصار ولا نود التوقف عند هذا الدور وسيلاقي المنتخب المغربي للناشئين نظره الإيراني بعد غدنا الثلاثة في تمول نهاي كأس العالم المقام بإندونيسيا انطلاقا من الواحد ظهرا بتوقيت المملكة المغربية عاجل لاعب بالمنتخب المغربي يتلقى مفاجأة كبيرة بالسبب أدائه الكبير مع الأشبال سجل محمد الحموني لاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة حضوره ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم إندونيسيا 2023 واخترى مؤشر سوفازكور اللاعب المغربي في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بعد المرضود الذي قدمه في المباراة التي انتصرت فيها النخبة الوطني أمام إندونيسيا بثلاثة لواحد حيث سجل الهدف الثالث في اللقاء يشار إلى أن المنتخب المغربي كان قد تأهل إلى ثمن نهاي كأس العالم كمتصدر للمجموعة الأولى برصد الست نقاط متبوعا بالإكوادور بخمس نقاط ثم أندونيسيا الثالثة وباناما أخيرة بنقطتين الرقراج يرهن على تنائية جديدة ضد تنزانيا ويختار رأس الحرب يواصل المنتخب المغربي الأول تحضيراته في مدينة دار السلم استعداد لمواجهة منتخب تنزانيا في إطار الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام بشكل مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك في الوقت الذي يأمل منتخب أصد الأطلس تحقيق نتجة إيجابية والعودة بفوز مهم وفي هذا الإطار ذكر موقع العرب الجديد أنه حصل على معلومات من مرافق لبيعت المنتخب المغربي في تنزانيا تفيد بأن المدرب وليد رقراج يرهن على تنائية حكيم زياش لعب فرق لتصري تركي وأمين عدلي لعب فرق باير لبركوزن الألمانية من أجل مواجهة المنتخب التنزانيا إذ يريد الاعتماد على اللاعبين كأساسيين دفعة واحدة أحدهما كجناح أيمن والآخر كجناح أيصر وهو الأمر الذي عمل عليه كثيرا في تدريبة المنتخب المغربي منذ وصوله إلى تنزانيا وفي سياق المتصل يسير المدرب وليد رقراج تجاه الاعتماد على مهاجم نادي إشبيليا الإسباني يوسف أنساري كرأس حربة في خط الأمام للمنتخب المغربي إذ لا يريد مدرب منتخب أصد الأطلس المغامرة بإشراك عدد كبير من المهاجمين خصوصا بعدما درس طريقة لعب منتخب تنزانيا الذي تفوق يوم السبت على منتخب الناجر بهدف نظيف ندوة صحفية ليرقراج قبل لقاء تنزانيا يعقد وليد رقراج مدرب المنتخب الوطني غدا الاثنين ندوة صحفية للحديث عن المباراة التي ستجمعه بعد غد نتولتها بين المنتخب الوطني ونظره تنزانيا لحسب التصفية الأفراقي المؤهلة لنهائية كأس العالم التي ستجرى بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيكا وستجرى الندوة الصحفية بالملعب الوطني بنيا من مكابا بالعاصمة تنزانيا دار السلام بداية من الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي العشر صباحا بالتوقيت المغربي وفي السياق ذاتي ستكون الحصة الدريبية التي سيخوضها المنتخب الوطني غدا الاثنين على الساعة العشر ليلا بالتوقيت المحلي بالملعب الوطني بنيا من مكابا مفتوحة لمدة خمسة عشر دقيقة الأولى أمام وسائل الإعلام لأخذ الصور عبد الحميد المعالي سنقاتل من أجل الفوز أمام إيران يواجه المنتخب المغربي تحت السبعة عشر سنة ناظره منتخب إيران في الواحد والعشرين من نومبر الجاري في إطار دوريس 16 لمنافسات بطولة كأس العالم للنشئين المقام حاليا في إندونيسيا بعدما تصدر أجبال الأطلس المجموعة الأولى براسد الست نقاطين حصدوها من فوزين على حساب باناما بهدفين للسفر وإندونيسيا بـ 3 لواحد مقابل خسارة ضد منتخب الإكوادور في الجولة الثانية بهدفين نظيفين وفي تصريح لموقع العربي الجديد وجه نجم المنتخب المغربي عبد الحميد معالي رسالة إلى الجماهير المغربية قبل مواجهة المنتخب الإيراني مؤكدا أنه سيحاول ترك بصمته واضحة بتسجيل هدف جديد مثل ما فعل في آخر مباراة ضد منتخب إندونيسيا وفي هذا الإطار تحدثت قائلا سأحاول التسجيل في شباك المنتخب الإيراني مثل ما فعلت ضد إندونيسيا هدف واضح في نهائة بطولة كأس العالم الحالية هو الذهاب لأبعد نقطة ممكنة وتبع معالي الذي يلعب في الدور المغربي مع ندتي حطانجا قائلا دعوات لوالدين أوصلتنا إلى أندونيسيا نريد أن نواصل مشوارنا بنجاح لم نأتي من أجل المشاركة في الدور الأول والثاني للمونديال بل جئنا من أجل تحقيق أكبر عدد من النتائج الإيجابية وختم معالي أحد نجوم المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم تحت السبعة عشر سنة نملك جيل موهوبا ونريد أن نواصل تشريف كرة القدم المغربية في كأس العالم سنقاتل إن شاء الله من أجل الفوز في مباراة الدور الثاني رئيس الرجاء محمد بودريقة يتوعد بطرد لاعبين جدد ويتهم المكاتب السابق أوضح رئيس رجاء رياضي محمد بودريقة في تصريحين رسمي له أن إدارة الرجاء لن تسمح بوجود تسيب وعدم الاندباط داخل الفريق الأخضر مؤكدا أن أي لعب يقوم بتصرفات غير اندباطية سيكون مصيره الطرد كيفما كان اسمه أو قيمته داخل الفريق الأخضر وقال بودريقة أن بعض المدربين وأيضا المكاتب المسير السابق سمحت بالتواجد التسيب في الرجاء مشددا أن إدارة الفريق ستضرب بيد من حديد على يد اللاعبين المتهاونين أو الذين يتغيبون عن الحصة التدريبية دون مبرر وشدد رئيس الرجاء أن المكتب المدير الحالي تحدث إلى اللاعبين في أكثر من مرة وحتهم على ضرورة الاندباط والاجتهاد في الحصة التدريبية مضيفا تنبدو معهم باللجنة التأذيبية وتندوز الغرم المالية ومن بعدها مكين غير الطرد كيفما يكون اللاعب كان فضلونا ربحوا بمجموعة لأنه يكون عندنا اللاعب غادي يدرها المجموعة اشتركوا في القناة